أهلاً وسهلاً بكم في جزء جديد من كورس الموسيقى الممتد بنا أنا اسمي هيب أبادونيا تقدروا تسمعوا الموسيقى من هنا و لا تنسى تشترك في القناة وتفعل الجرس لكي يوصلك كل جديد كما في الموسيقى تعالوا نطبق هذا الموسيقى حسناً، دعونا نفتح الفل ستوديو ونرى كيف نطبق الكلام التي تعلمناه عن إقاط وفي الجزء الثاني من الكورس الموسيقى سنرى كيف نطبق الهرمونيزيشن حسب انت شفت الجزء دوت من الفيديو امتا؟ سيكون الجزء ايما تغطيين يا ايما قبل بعض، يا ايما بعد بعض يرجع لك انت في ترتيب الفيديو نمرتب الترتيب بتاعي بطريقة معينة البلايليست أنا شايف انها أنصب طريقة ممكن تتعلم بها التوب أكس اللي انا بغطيها حسنا دلوقتي في ترتيب الفيديو أنا أقول حاجة عايز نعملها هي يسمعك المترونوم المترونوم بيخبط أربع خبطات أول واحدة دايما قوية والأربع خبطات دولا بيعبروا عن حاجة اسمها البار او المزورة تعال نسمعها حسناً، أنا بالنسبة لي المترونوم ده سريع جداً جداً المترونوم هي دي الايكون بتاعته او هو دا الضرار بتاعه تنقفله وبنفتحه. و لو عايز تعرف اكتر عن طريقة استجدام F-Studio بشكل اعمق تقدر تشوف الفيديو اللي انا كنت عامله قبل كده عن F-Studio و يعني نأمل يعني ان شاء الله باذن الله يكون في فيديوهات تانية اكتر تعامقا في الموضوع دوت. المترونوم ده بنسبالي سريع جدا جدا. المترونوم دوت بيقبط 140 قبطة في الدقيق الواحدة. انا بالنسبالي ده سريع قوي. انا عايز اكتب ميلودي دلوقتي مثلا تكون بطيقة. عايزها مثلا عند 80. 80 ده كويس بالنسبالي. تعال نسمع. كده احسن كتير بالنسبالي. انا ده زوقي. انا عايز اكتب اتنين ميلودي. الاولانية هتكون بسيطة شوية. لغرض ان احنا نوضح يعني اين اه 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 بعد كده بقى ممكن نتجه لان احنا نحط الميلودي دي مع اركسترا. نشوف صوتها هيبقى ازاي. والميلودي التانية هتبقى معاصرة شوية هتبقى و هتكون ايها شوية اه تكنيكا المختلفة. عند الوقت احنا نضع صوت بيانو مثلا. الحتة العشمال اسمها البروزر دي. هتلاقي فيها جلبية الحاجات التي تحتاجها من ناحية الاسوات. من ناحية البلوجينز ومن ناحية كل شيء. انا فتحت باكس. فتحت فتحت كيبورد. جوه كيبورد. اختار بيانو من اللي قدامنا دولت. انا مثلا سختار ستيج جراند. ستيج جراند يعني البيانو بتاع المسرح الكبير. انا بنسبالي. وجود الشانل باسم ستيج جراند. دوت حاجة غلصة جدا. انا محتاج ان اسميه بيانو. فهتوس شفت. طيما انت شاف الكيبورد بتاعتي. واضغط عليه. هسميه بيانو. وعدين. عشان يطلع صوت في الميكسر. هدوس كنترول L. شايف الكيبورد بتاعتي برضو. شايف ايه اللي بيحصل على الشاشة. انا نسمع البيانو الجميل بتاعنا. قلو جدا. احنا نختار بالنسبة الميلودي دي. اسمه A minor scale. شكله عامل كده. يبتدي من نجمة A. ومينور يعني المسافات بتاعته. هول 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 هول. لا انا اسمع. هول 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 هول. هول هول هول. انا نسمع. هول 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 هول. هول 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 هول. هول 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 هول. هول هول هول. ايه دي النوات اللي انا نستخدمها. اريد ان اعرف اكتر عن الكلام دوت. انا اتكلمت باستفادة عن السلايلم. حسب ان انت شفت الحتة دي او لا. انا الميلودي بتاعتي. هول 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 ه عطع التمانيات وجدول درب اربعة بشكل عام يجب ان تعمل الميلودي حلوة والناس تحس ان انها فلوينج معهم وان هم يفتكروها بسهولة تجليك ملتزم بان انت تعمل ميلودي اما اربعة بارزي اما تمانية بار اما اتناشة باري اما ستتاشر بار بس كل ما تأثر كل ما هتبقى اسهل اسهلك انت كميوزيشن يعني ان انت تشتغلها وحتبقى اسهل للمستمع ان هو يفتكرها احنا اتفقنا ان احنا في سلم دلوقتي اي مينور وعايزين نكتب الميلودي بتاعتنا كتبناها الحمد لله دي هتبقى اول ميلودي هنشتغلها في جزء بتاع الهرمونيزيشن هل شرط ان الميلودي تبقى كده لا انا ممكن ان اختار مسلا احط هنا رست تبقى الحتة فاضية انا دوسط لوقتي على رايت كليك ومساحة النوتة لكت هنا اسمها هتبقى حالو برضو عادي زي ما احنا شايفين هي ميلودي في منتهى 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 البساطة اقطму اخر اخرách ا lo ارجونا من الجوان اسمها اخرج hoy كانت غير جيدة ش hava انا planteذي اض smiled مسلا نضع اضرب ايه متوبة اسمها ايه اوه اها ايه 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 اسمه دلوتي الدنيا بيزك جدا جدا يعني انت ما تتوقش ان انت ستستمتع بالميلودي وهي قرعة كده من جر الهارموني بتاعها دي بالنسبة الاول ميلودي تعالى نكتب تاني ميلودي وبعدين هارمونيزر الاتنين مع بعض طيب احنا دلوقتي فتحنا افا ستوديو مرة كمان عشان نكتب الميلودي الجديدة لو تلاحظ ان انا اخترت على طول السرعة بتاعتي تبقى تسعين تسعين ببسطة حامل كده اسرع بكتير جدا من من اللي كنا اختارناه في الميلودي السابقة عشان طبعا نستيلي المزيكة مختلف والميلودي اللي احنا هنكتبها المرة دي برضو مختلفة وعايزك تكفي بالك من حاجة مهمة احنا دلوقتي في افا ستوديو انا بختار دائما الباترن الباترن ده اللي اكتب في الميلودي ستاعتي عايزك تبقى اعمل توزيع للميلودي دي في كذا بختار الصونج مود في الصونج مود احنا بنشتغل في الجدول الكبير اللذيز ده ده بيقول لنا ان هنا هتبقى للمعينة وهنا هتبقى للمعينة او هنا باترن معينة وهنا باترن معينة وكلهم بيشتغلوا مع بعض كاللين الاول في الباترن مود انا بالنسبة للميلودي الجديدة دي حابب ان احنا نختار اه اه انا نختار اه اه ام اه ا صوت باردو ستوك من جوا افا ستوديو حاختار مثلا 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 ابلغن اسمه ساكورا تمام? حسنا؟ هذا الاسمو سكورة أريد من داخلها سأقول لك مثلاً صوت جيتار نرى جيتارة مكتوبة يمكنني أن أختار هذا هذا شكله لذيذ سمع صوته جداً جداً سنسميه أيضاً جيتار هنا في الناس سنضع كونترول لكي نضيها على مكسر بالنسبة على هذا الميلودي سأكتبها أيضاً في A minor الذي هو Hall, Half, Hall, Half, Hall سيبدأ من عند نغمة A ولكن لن ألتزم قوي بقواعد الإقاعات التي تضعناها في الفيديو يعني أنت حر تضع ما تريد المهم من الميلودي في الأكل ستكون كمسة بورز حسناً فأنا سأضع الميلودي ستكون سوينجي ستكون كأنها ليس ماشية قوي بالقواعد التي نضعها سنفعلها بالطول مع النسبة الغدوة الغدوة ستكون ستكون بالنسبة للغدوة للغدوة واخد ثلاث مربعات صغيرة فقط هذا أقصر من القوارة و أطول من الغدوة نعمل في كده بقت إث نوت في كده بقت سكستينث نوت موسيقى أنا دولاتي كتبت الميلودي بتاعتي الميلودي بتاعتي عبارة عن اثنين بورز عايز عايزة تبقى أكتر شوية عايزة تبقى مليانة شوية هدوس كنترول بي اتكررت موسيقى موسيقى أجد أن صوتها بقي حلوة عادي يعني أنت ليس لازم تلتزم بحزافير حزافير الخواعد اللي أنت حطناها مهم في الموسيقى أنت تتكرر وفي نفس الوقت المهم أنت ما تكررش زيادا على زوم عشان اللي بيسمع ما يساقش آمم طبعا الحاجات اللي تلتتها في قواعد الإقاع هنا يليها أسماء وليها كعبلة وليها كل الحاجات اللي إحنا ممكن نلتزم بيها ولكن هنا إحنا عايزين بس إيه؟ نوضح أن مش لازم أن أنت تلتزم بحزافير القعدة حط الرسم اللي أنت عايزه المهم أربع بورز المهم تلتزم بالمترونوم حسنا؟ أنا أكتفي بهذا القدر بالنسبة للحلقة بتاعت النهاردة أتمنى أنت تكون استمتعت وستفدت قد من استمتعته أنا بعمل الفيديو دوت لا تنسيش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله